اهلا بكم اليوم في حلقة جديدة مرنامج آية في حكاية آية اليوم من 029 آية 11 بيقول لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عليكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء يعني ربنا عاوز يقول لكل واحد فينا أنا مش بفكر فيكم في الشر ولا أنا واقف لكم بالمرصاد ولا أنا بحسبكم على كل حاجة بالعكس كل الفكري ليكم سلام ورجاء وخير وبركة أنا عاوز أديكم حاجات كتير كل يوم عاوز أديكم كتير وعشان كده ربنا يسوع المسيح لو المجد في المواضع الجبل قال أما تكلم عن محبة الآب السماوي لنا قال يشرخ شمسه على الأشرار والصلاحين يمطر على الأبرار والظالمين ربنا بيعطوا عطايا لكل الناس ما بال كمان بقى أولاده اللي عاوزين يعيشوا معه بيحبوا فكل أفكار ربنا من ناحيتنا هي أفكار سلام لا شر ربنا عاوز يعطي الجميع بسخاء عاوز يقدم لأولاده كل خير كل حب ربنا مش مستني حتى أن أنا العبادة بتاعتي عبادة تخصيني أنا لست أنت زي ما يقول في صلي في الأداس لست أنت محتاج إلى عبودياتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك فإحنا ما بنصلي ونعيش مع ربنا ده الخيرنا لسلامنا لفرحنا وهو ده هدف ربنا من العبادة إن إحنا حياتنا تتغير إن إحنا نتمتع بعطايا الله إن إحنا نفرح بربنا فكل أفكار ربنا من ناحيتنا سلام وخير ربنا مش واقف للواحد فينا على الوحدة ولا يعني مستني حاسب كل واحد ولا مستني إن واحد على غلطة بالعكس ربنا كل يوم بيقدم عطايا بسخاء وبلا حدود عشان كده آية جميلة قوي في صفر أرمية صحة 29 آية 11 لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عليكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر